فرح المزارعون بوادي وصحرى حضرموت بموسم استثنائي من أمطار غزيرة لكن ذلك الفرح لم يد طويلا فبعد الأمطار التي من الله بها على اليمن مؤخرا غزت أسراب ضخمة من الجراد الصحراوي على مختلف المناطق الزراعية منها حضرموت إذ توالت وتعاقبت بين كل أسبوع وأسبوعين والتهمت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وألحقت خسائر فادحة بالمزارعين تجاوزت عشرات الملايين من الريالات شملت عددا من مديريات حضرموت سينتقل هذا من منطقة إلى منطقة إلا ما يتم المكافحته سينتشر في عدة مواقع وأن حكم الوادي الموجودة الزراعة فيه الموجودة من أعلاه إلى أسفله زراعة على الأمطار الحمد لله في الموسم الزراعة الصيفية أو زراعة الموسم أنا قضت على بعض المواقع بنهائيا بشكل عام والناس خسروا في عمالة والتفيش خسروا مئات الألاف وأصبت الضارة كثيرا للمزارعين ولكن الحمد لله هذا مكتوب علينا الحمد لله والواحد يقول الحمد لله شهية الجراد لم تكتفي بالتهام الزرع الذي ما يزال غضا في بداية نموه بل تجاوزت إلى إلحاق خسائر بأصحاب خلايا النحل وجميعهم يشكلون شريحة واسعة من أبناء هذه المناطق في حين لم يكن كافيا ولا مجديا إجراءات السلطات المحلية في مكافحة آفة الجراد فكانت النتيجة محاصيل أغلبها تالفة وأسعارها باهضة تعرض المزارعين نتيجة لهجوم الجراد عن محاصيل الزراعية إلى خسائر كبيرة مما عرض مهنة الزراعة إلى الخطر طبعا في خسائر كبيرة تكبدوها المزارعين بالنسبة لهذا الغزو الجراد غزارة الأمطار هيئت أرضا خصبة لغرس بيض الجراد وتفقيسه وهذا ما يفسر ظهور كميات ضخمة من الجراد وفي النهاية خسرت الأرض والإنسان حيث خسر الأول مصدر رزقه وخسرت الأرض الزرع والمحصول